اه رجعنا لكم تاني في الجزء التاني من حلقاتنا النهاردة نكون نبني اتكلم في الجزء الاولاني عن التغذية العلاجية هنتكلم النهاردة عن صناعة الدواء بس بمفهوم مختلف لو تفتكروا الحالة اللي فاتت كان لايه اعتقب معظيفي ان انا شايف ان النقابات العلمية العملية في مصر مفيش بينها كومنيكيشن مفيش بينها اتصال مع ان انا من وجه اتنظر ان النقابات دي كلها تحدث ممكن يتم حاجة كويسة او تفيد البلد في وبالتالي المواطن المصري في صناعة الدواء المصري عشان كده انا يسعيدني ويشاريفني يكون ضيف نوضاتكم النهاردة استاذي الاستاذ الدكتور سيد عبدالسطر مليجي نقيب الاعلمين في نفس العربية شكرك كثيرا شكرك سيد صباح الخل عليك الله يكرم وانا عايز اشكرك بصفة شكرا حاجة برغم انك تعبان الله يكرم طبعا لأهمية الاعلام لازم نيجي ونلب الدعوة من ناحية ولأهمية الموضوع كذلك يعني شكرك سيد كرسان حاجة طيب ونسبة حرب اكتوبر طب الصحة والسلامة وبنهني المصريين جميعا بهذه المناسبة ولعلنا كلنا الآن عايشين في فرحة النصر لنستعد العمل اكبر على ميزان حرب اكتوبر ان شاء الله ان شاء الله دكتور هل للمين كان لهم دور في حرب اكتوبر بالتأكيد طبعا كان لهم دور كبير جدا اولا حضرتك اول مرحلة في حرب اكتوبر لما بعد هزيمة 67 بقنا في الضفة الغربية ومعندناش غطاء جوي فكان لازم نركب صواريخ ارض جو تحل محل الدفاع الجوي وتمنع الطيران الاسرائيلي من دخول مصر تمام الصواريخ ده كانت محتاجة قواعد خرصانية عشان تثبت عليها تمام ولاننا كنا مكشوفين جدا فكان الطيران الاسرائيلي يتابعنا لحظة بلحظة ويهدم القواعد قبل ان نضع عليها الصواريخ تمام فاحتاجنا اسمنت خاص يجف فيه خلال ساعة او ساعتين وهنا تدخل العلميون في كلية العلوم جمعة عن شامس تحديدا دكتور صلاح ابو العنين وكان متخصصا في كيمياي الاسمنت واوجد هذا النوع من الاسمنت الجديد الذي يستخدم لأول مرة في مصر اللي هو بيجف بسرعة يعني مثلا خمسة اضعاف الاسمنت العادي تمام فاصبحنا قادرين ان احنا في ساعات الليل نحط هذه القواعد وتجف قبل النهار تمام كانت تدخل علمي مباشر طبعا في اول مرحلة تمام المراحل التالية اعتمدت القوات المسلحة بالدرجة الاولى في عملها على المؤهلات العليا عموما تمام يعني الرئيس جمال عبد النصر احدى استغيير في ثقافة الجنود المحاربين تمام وغير الجنود العاديين بجنود مؤهلات عليا وكان معظمهم اللي بيشتغلوا على الصواريخ بيشتغلوا على الردارات من خلال كليات العلوم تمام تقوم اساسا على اكتاف العلميين تمام الاتصالات الالكترونيات الحاسبات والمعلومات التحكم عن بعد دكتور بس حاجة بتؤكد الحاجة اللي انا قلتها للحلقة اللي فاتت الاتحاد قوة طبعا يعني حاجة حرب اكتوبر دي نموذج اللي انا بقوله شوف حاجة العلميين كان لهم دور والصيادة كان لهم دور والمهندسين كان لهم دور انا شايف كل الاطراف تكاملت ده ادى للانتصار ده قواعد مجتمعية يعني ثابتة انه لا يمكن الاستغناء عن اي مهنة من المهن تمام مهما كانت صغيرة او كبيرة تمام لكن فيه اولويات يعني يحتمها العصر تمام فيه مفاتيح للتقدم الان وهو المفاتيح العلمية المتعلقة بالعلوم الاساسية تمام يعني عسان تعمل تقدم في الصحة في الزراعة لازم تتقدم في مجالات الكيمياء والفيزياء والرياضيات والحاسبات والمعلومات عشان تحدث تغير يعني هذي اصبحت مفاتيح اساسية دكتور احنا عندنا مشكلة هنا في مصر عن لقابة العلمية اولا حضرتك انه كن ان كلية العلوم ماكيش معروفة او قيمتها مش معروفة في العالم التالت فده في وسط العوام انما الاوساط العلمية تدرك جيدا قيمة كليات العلوم وتعتمل عليها في اشياء كثيرة تمام لكن فعلا مافيش ثقافة شعبية وقد يكون هذا تقصير من العلمين انفسهم ما بيهتموش بالاعلام ما بيهتموش يقدموا نفسهم للمجتمع طب ودي مشكلة العلمين نفسهم طبع لازم يحلوها حتى ان اصواتهم ما بتوصلش لصارع القرار السياسي تعرفة دكتور انا وجهة نظري وتأكيد اللي كان محركة ان المفهود الفتر اللي جاي العلمين يعرفوا الناس يعني ايه علمين رقم واحد صحيح هذا ما تسأل انت عنه يعني اه يعني احنا عندنا حديثك من القديم في المجتمع المصري كان فيه اهتمام بعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الفلك وحتى في الحضارة الفرعونية كانت هذه العلوم التي قامت عليها هذه الحضارة بالفعل تمام وهذا المكتوب على جدران الفرعونة حتى الان وانا اكرر هذا القول كثيرا الان تأكد هذا على مستوى العلم اجمع انه عشان تحدث التقدم في الفروع التطبيقية الاخرى لابد من احداث تقدم اولا في العلوم الاساسية والبحوث المتعلقة طبعا بالتأكيد وبالتالي في كل الجامعات المصرية عندما تنشأ الجامعة اول كلية بتنشأ فيها كليات العلوم فهذا مقرر يعني ما فيش جامعة بدون كلية علوم طبعا لكن فيه جامعة ما فيهاش كلية طب وفيه جامعة ما فيهاش كلية زراعة وفيه جامعة ما فيهاش كلية هندسة لكن دايما احنا نبتدي فيه الجامعات بكلية العلوم وقد توجد كلية الاداب وقد توجد كلية الاساسية هي كلية العلوم هي الجامعة هي قلب الجامعة بالفعل الحاجة الكويسة كمان دلوقتي ان بدأ فيه قناعة لدى الاوساط الادارية العليا واصحاب القرار السياسي باهمية الاساتذة والخرجين من كلية العلوم تمام فعندنا عدد وافر دلوقتي مثلا من رؤساء الجامعات كلهم من العلميين تمام نسبتهم غالبة في المجلس الاعلى للجامعات تمام ده دليل على ثقة الادارة العليا في قدرتهم على الادارة وعلى الانتاج وعلى يعني ايجاد التنظيم العلمي داخل الجامعة تمام من ناحية الخدمات اللي بتقدمها كليات العلوم للمجتمع الصناعي والزراعي والطبي فهي كثيرة لكنها غير ملموسة طيب خريك اصارت كلمة الطب ببنامج جسم صحيتك صروتك نعم فخلينا بقى ناخد العلميين ودورهم في صناعة الدواء يعني نتكلم بقى عن صناعة الدواء نعم وما يخص العلميين في صناعة الدواء الدواء بشقيه يا حضرتك الدواء الكيميائي اللي هو بنصنعه من الكيمويات الأساسية الدخل في تركيبه أو المستخلص تمام من النباتات الطبية المعروفة في شكل خلاصات أو في شكل عشاب أو إلى أخيره كلاهما عمل أساسي في كليات العلوم يعني أنتو الأساس يعني إحنا الأساس ومعنا مساعدين آخرين لكن هو أساس هذا العلم موجود في كليات العلوم هكتوصد إيه بالمساعدين آخرين يا دكتور يعني فيه ناس بياخدوا المنتجات الكيميائية ذات الطبيعة أو التي يمكن أن تعتبر خامات دوائية ثم يشكلوا منها أدوية ويجروا علىها تجارب لو كانت تصلح في الطب البيطري لازم الطباء البيطريين اللي بيجروا التجارب تمام لو كانت بتصلح في الطب البشري يبقى لازم الطباء بشريين هما اللي بيكملوا التجارب حاجة بتؤكد الكلام لأنه قلت الحلال فإحنا بنكون مدرسة علمية في النهاية لصناعة الدواء الله ينور حيك الاتحاد المهم طبعا الاتحاد المهم حيك أنت ممكن نقابة المنزين تخش معاك لأن أنت محتاج مكان يصنع لك الدواء ده طبعا ما نلجأ للمهندسين في النهاية عشان المشين عشان كده أرجع وأقول أن النقابات العملية في مصر لازم أن تتحد على الهدف واحد وهو حل مشكلة الدواء لأنه إحنا عندنا مشكلة في الدواء عاوزين يا حضرتك عندما توليت مسؤولية نقاب العلميين 2016 كان أول حاجة عملتها اتحاد النقابات من أجل التنمية وده تم يا دكتور؟ وده تم وعملنا بروتوكول التعاون فعلا انضمت ليه نقابة العلميين والمهندسين والزراعيين وما زال البروتوكول سريا وما زال هناك مشروعات مشتركة عاوزين تعالى كالسيادة والأطباط والذين لازم يمتون في البروتوكول تلا محتاجين إن شاء الله نحن نواصل السعي إلى نقابات أخرى اللي كان بيعيق دخول بعض النقابات في الاتحاد إنهم تصوروه اتحادا ماليا فلأنهم نقابات غنية فأنفت إن هي تقض معها نقابات فقيرة إنه مش هو ده المقصود المقصود إنه نحن نصمم مشروعات مشتركة أما تمويل المشروعات فهناك له مصادر كثيرة إذن المشكلة مش مشكلة تمويل مشكلة مشكلة فهم فكر نحن نبطنع بالفكر الأول وكلنا نتحت فيها وبعد كده التموين هيجي بطريقة أو بأخرى ده هذه أهم فكرة يجب أن نحن نعمل إعلامية على غرسها في النفوس حتى الطلبة في الكليات من بداية بصد دكتور دايما بستدعي المسال هنا ودايما بقوله في كل حلقاتي 1944 أثناء الحرب عالمية الثالثة الجنود ما كانوش بيموتوا من الأسلحة الجنود كانوا بيموتوا من الانفكشة من العدوى عملوا إيه بقى حضرتك؟ رحوا جابين الكيميائيين والصيادلة وابتدوا يعملوا أبحاث عن إزاي يتجلبوا على الانفكشة ومن هنا تم اكتشاف الأمبسلم بالتأكيد يبقى كان إيه اتحاد الكيميائيين مع الصيادلة مع الإطباء علشان يطلعوا الأمبسلم وكل المشكلات الصحية التي تواجهنا لو عملنا هذا الاتحاد في مواجهتها حتتحل طيب المادة الخام هل نهاردة يعني من كلام حريك ده الشغل الأساسي بتعليمين هو المادة الخام؟ المادة الخام حضرتك الآن لها رصيد كبير في العالم يعني مواد الخام متوفرة آه بس احنا خمسة وسيط لكن هي إشكاليتنا حضرتك إشكاليتنا أن إحنا دايماً عاوزين نبتدي من حيث بدأ الآخرين لأ لازم نحيث انتهوا طبعاً يعني أنا عندي كيمويات بس توردها عشان أعمل الدواء وعندي بها قائمة لازم هذه القائمة تتحط في مراكز الأبحاث لتنتج هذه المراكز هذه الخامعة دكتور دولة زي الأرد المحتوى يعني هي دي اللي بسموها الهندسة العكسية طبعاً وهي اللي تقدمت بها كل الدول الموجودة في الجنوب شرقاسي هو ما كلفش نفسه يفكر في تصميمها عربية ده جاب عربية وفككها ويعمل زيها تمام وبعدين حسن هذا الأداء وطور على هذا تمام أنا دلوقتي عندي بس تورد سلسلك أسد عشان أسبرين يعني ربية يكب الأطنار وبالدولار وبالدولار آه هو أنا مقدرش فيه معاملية الكمية أنا نطلع سلسلك أسد طب إيه برضو اللي بيخلي ده ما يتمش أولاً مفيش الوعي ده موجود لدى الباحثين إنه هو يبدأ عمله من عند قائمة الجمرق والاستراد يشوف إيه اللي بتستورده مصر ثم يضع كل جهده أن يغني هذا الوطن عن مادة ولو مادة واحدة مما يستورده يكرس حياته لهذا وأنا متأكد أنه حيوصل مش لمادة واحدة لمادة وعشرة دكتور الأردن وأستطيع الأردن دلوقتي أصبحت بتصدر المادة الخام يعني بتصنع المادة الخام عندها اكتفاء ذات المادة الخام وبتصدره بالتأكيد وده مصدر الداخل قومي وحنا كنا كده في الستينات للأسف الشديد وإنه بنصدر دوه وخمال دوه الموضوع التاني إن دي تبقى شخصية الباحث يعني تهيأ لهذا إنه يبدأ عمله من حيث قائمة الجمرق والاستيراد الأهم من كده الدولة دورها إيه لازم تصدر تشريع تمنع الاستيراد بدون إذن من المراكز البحثية يعني لازم مركز البحث يقوله الخامة دي أقدر أعملها ولا ما أقدرش أعملها دكتور طمعلش محاك مقيم العلمية في الجنوب صار بحاك إيه دور حريك في الموضوع ده إحنا تقدمنا رسميا للجهات الرسمية إنه لابد من سن هذا التشريع وأدرجنا هذا في جمعيتنا العمومية الأخيرة إنه لازم يطلع تشريع يستشير مؤسسة علمية وقد تكون هي نقابة المهن العلمية في كل ما يدخل مصر من الخامات ومن المواد الغذائية ومن غيرها إنه ممكن تصنعها في مصر ولا لا هنقوله ممكن تصنعها النهاردة أو بعد سنة أو بعد سنتين فيعطي إذن للإستراد للمدة اللي بنقولها له ثم يتوقف ويسألنا خلصت ولا لا أنت أكتب يبقى في جهة علمية متخصصة تقول نستورد ده ولا لا ده اللي هيحط الباحثين في مواجهة المشكلة والمراكز الباحثية كلها هتشتغل وأنا وافق أنها ستنجح دكتور بصحيك أثرت نقطة في الأول أنا شايف أنه دي أساس المشكلة الأول بس هي مزدوجة هي بين الباحثين عليهم دور والدولة عليها دور بس قبل الباحثين والدولة لازم العلميين ونقابة العلميين في جنوية العربية لازم يبقى لها تواجد في الإعلام أكتر من كده بكتير الناس مش عارفة الفرق من المعلمين والعلميين دي كارسة مع احترام للمعلمين طبعا لأ أنا مش بتكلم هما دول اللي معلمونا نحن في كلية العلوم حضرتك بندرس لطلاب كلية التربية بندرس لهم كيميا وندرس لهم فيزياء لأن هما متخصصين كمدرس كيميا وكمدرس فيزياء بيدرس المواد التربوية في كليته وبيدرس المواد العلمية في كلية العلوم والكلية ملتزمة حتى الآن في جميع أنحاء الجمهورية وهي كلية مثالية في هذا لكي تخرج معلماً أخذ المادة العلمية وأخذ الأصول التربية الناس عارف يعني إيه المعلمين ومش عارف يعني إيه العلميين صحيح صحيح دي 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 بصحيح لازم يحصل في كل منابر الإعلام في مصر لازم الناس تبقى عارفة دور العلمي في المجتمع وبالتالي هتبقى قضية رأي عام فبالتالي ممكن حراكة المعرض هو قد لا يكون هذا لأنه فيه حضرتك تخصصات كثيرة شوية في كلية العلوم عدى عدى يعني فيه كيميا وفيه فيزياء وفيه جيولوجيا فالعلميين تايتل مبهب شوية إنما لما أقول كيميائي حيعرفه لما أقول فيزيائي حيعرفه لما أقول بيولوجي حيعرفه جيولوجي حيعرفه هكذا رياضيات وحاسبات حيعرفه ده فيه إقبال شديد دلوقتي جداً على الرياضيات والحاسبات وعلوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات وهذا قسم قديم جداً في كليات العلوم ولكسرة الإقبال على هذا التخصص أنشئت له كليات خاصة به لزيادة العداد فإذن المجتمع تلقائياً مع تقدم الحضاري يقول إلى كليات العلوم ويقول إلى أحضان كليات العلوم ورا ممكن أعطرتنا حيكاً حيكاً أستاذي طبعاً بس ممكن أقتلك مهرات أنا مش عايزة تبقى تلقائي لا أنا عايزة إحنا لنخش بيوت الناس وإحنا لنوصل للناس والناس اللي تعرف يعني إيه علمي وإيه اللي ممكن العلم يعمله في المجتمع وبعد كده إيه المشكلة يعني هؤلاء حيكاً لحاجة أنا عندي مشكلة في قطاع الأعمال قطاع الأعمال الدوائي وإنا عارفة الصلاة حيكبه وزير قطاع الأعمال طبعاً هو بعدين لو إحنا ما توصلناش ودرنا نحط إيدينا على المشكلة ودور العلم فيها هتبقى معلش لا نتواصل هتواصلنا معهم في قضايا كثيرة أنا عايزة أقولي يا دكتور وحتى الدواء نتعرف إننا بزلنا مجهود وإن كان يعني مجهوداً جزئياً لكن كان فيه مجهود بوزل وكان فيه استقبال جيد من الطرف الآخر إنما جهدنا لم يتواصل لدرجة إننا نحقق خدف محدد يعني نريد أن نعود مرة ثانية نحيي هذه القنوات ونشتغل فيها إن شاء الله أصلا هو أصلا هو حيك بص خلينا أصلا حيك بص بسؤال عملي بصورة عملية بما نحن نتكلم عن منقابة العلمية آه فضل كليات العلوم في دول مثل ألمانيا وأمريكا إيه وضعها هناك؟ المنهجية العمل مختلفة تمام لأنه هو من الأساس حضرتك تمويل كلية العلوم كله من المشروعات التي تأخذها مع رجال الأعمال والشركات تمام والأستاذ الجامعي في كليات العلوم في ألمانيا أو في أمريكا بيصرف على نفسه وعلى طلابه وفقا لقدرته على جلب هذه المشروعات للعمل تمام يعني كليات العلوم هناك رقم واحد رقم واحد طبعا عشان كده بيسموهم دول العالم المتقدم حاجة بصبها في دول العالم المتأخر خلينا أقول الكلمة دي يعني حتى كليات العلوم مش معروفة مش كل الأقسام الآن أجل أقولك أن قسم المعلومات والحاسبات أصبح مرغوب من يمكن خمسين في المئة من طلاب السنوية العامة دكتور خلينا نقول الحلقة دي خلينا نقول أن هي بداية معرفة الناس بذور العلمي في المجتمع نعم وبنقابة العلميين وبكليات العلوم على مستوى الجمهورية ويبقى أننا محاجسة لسلة حلقات نتكلم بقى في دور العلمي في البترول في دور العلمي في الدول لأننا الدول لسا ما كننشف خاصة بكل قطاعات التنمية في الحرب في السلم في الطاقة في البترول في الريموت كنترول في الساتيلايتس والأكبر الصناعية وتبقى دي هدفنا الفترة اللي جاية نستعرف العلمي ودوره في المجتمع نعم إحنا محتاجين هذا ومحتاجين نعمل شوية دعيال كلية العلوم طبعا أنا كنت حتى بفكر بعمل جهاز مواصل مواصلات مكتوب عليه كلية العلوم دكتور عشان يمشي في الشارع للناس حلقة الخلاصة أني لازم الكلية العلوم تفصل للناس في بيتها عن طريق الإعلام عن طريق أصال المواصلات عن كل حاجة لازم نعم أتكلم سيد الحلقة جاءت معك بسرعة وأعايز أشكرك على المعلومات حلقة خاصة معلومة حرب أكتوبر دي كانت جديدة بالنسبة لي لا ده في معلومات كثيرة ده أحنا هنتكلم بالتوحيب أنا سلسلة حلقات نتكلم عن مدهور العلم في المجتمع إن شاء الله وأنا أشكر حاليك برغم حيك وتتبتعبان وصممتنا أنك تيجي دي حاجة لا أبد أن تحت أمرك في كل وقت ويشرفنا أن أكون معكم في حلقة أخرى إن شاء الله في آخر حالياتنا بنشكر للأستاذ الدكتور سيد عبدالسطاري مليجي نقيب العلمي في كنونسة العربية وبشكر حضراتكم وأتمنى أن احنا نريد أن نكون ضيفنا حاجة جديدة سوى كان في فقرة النوانية بيكلم عن تغذير العلاجية أو في فقرة التانية التعريف بكليات العلوم موسيقى موسيقى